السلام عليكم. إذا كنت تترطبي الشعر لك في الفيديو اليوم مهم لك. أول شيء يجب أن تعرفي أن الترطيبة كلهم بحال بحال. الترطيبة ديال الشعر كلهم بحال بحال فقط يختلفون في الإذن. بالنسبة للترطيبة فهي واحد المادة التي تتكفر الشعر. ليس تترطب الشعر غير لكي تفهموا هذه النقطة. ولكن اليوم نخدم الشعر ديالنا أو نكوفر الشعر ديالنا بوحد طريقة زوينا بلا ما نفقدو هادك الشعر ديالنا وتتسلين الشعر ونفقدو البوصيلات ديال الشعر ديالنا. فتنصحكم البنات تصيبوا الشعر غير في الدارة نوريكم واحد تقنية لواعرة بلا ما تبقوا تجيبتو شعركم حتى تطيحوا. بالنسبة ليا أنا بلا ما تمشيوا عند كوافورة إلا الضرورة وإلا مشيتوا عندها ضرورة تطرحوا على هذه الأسئلة. أول حاجة الأغلب مشي كل شي الأغلب الكوافورات تقربوا من الفروة للشعر. يعني لكي يبدو الشعر ديالك. ثاني حاجة أي كوافورة تدين لك البلاستيك للشعر. تتلوي لك الشعر ديالك في ميكا. وهكذا تتخرجي على الشعر ديالك وتتضمراه جيدا لأن هذه البوصيلات تتحرقوا بالفعل لديك المادة الكيموية التي تدخل الفروة ديال الشعر ديالك. وتتختارك وتتضمراه البوصيلات ديالك. وهذا خطأ كبير. تفادوا هذه المشكلة. اليوم إن شاء الله سنتفادوا هذه المشاكل. باش نحافظوا على البوصيلات ديال الشعر. وما نفقدوهم في خطرة واحدة. فأول نصيحة لبنات. حاولوا ما أمكن تخليوا الشعر ديالكم موصخ ولو في الورقة ديال الترطيبات يقولك تغسل شعرك أو تدير هذه الترطيبة على شعر نضيف. احنا ما غاديش نديرو هاد للقادية هادي. باش ما نخليوش هادك المواد يعني تخلينا البوصيلات وتقتلهم. فاحنا نخليو الشعر موصخ مدة جوش ديال الاسابيع. باش هادك الوصخ والتي يحمي لنا البوصيلات الشعر يعني بحل يدلنا واحد القشرة او واحد طبقة ديال الشماء او ديال الفازلين على الجلده وهاك تحمي الشعر ديالي. بالفعل اه تنقولك تخنق الشعرات تنفضل يعني تخنق بهذا بالقشرة او يعني من انت توصق الشعر. حسن ما يتخنق بشي مادة يعني كيموية فهك تنقتلوا البوصيلات الشعر ديالنا. فاي كوفورة مشيت عندها اول حاجة تدليك تتصوشر لك الشعر. حسن قلت لكم هادك الترطيبة غير تتكوفر الشعر. فانتوما هاد طريقة هادية انتوما اللي غادي تديروها. إذا عندك الصوشوار فطر. غادي تتصوشري شوية شعرك. غادي تتصوشري شوية ماشي بساف. ما تعطيش الحرارة كثير من القياس. باش متهرسلكش الضغبة. ولما عندك الصوشوار صير عندك كوفورة قولي لها صوشري لشعري نصف صوشيرة. يعني غادي تتصوشري لكم غير شوية غا نشوف هذه الضغبة هيش شوية تحلت. او تفكت. ما تبقاش هكا كما كنت نقولو. يعني مسلكة. فغادي تتصرح شوية شعر هادا. صافي. يعني ما نديروش البلاك. باش ما نحرقوش من البداية تحرقلينا الشعر دينا. المهم نتنسرح شوية الشعر دينا. غادي ندير هذه الترطيبة. وغادي نبعد على فروة الشعر بسنتيم واحد. علاش ما نقربش نهائيا. سنفضل. سنحافظ على البصيلة شعري. حسن ما يخرج لي شعري. واو طب من بعد شهر شهرين. صافي الشعر غادي نفقده. غادي نقلب على وصفات باش نقوى شعرين. ونقدر كينا تتوصل تلت الطبيب وتتخسر على راسة من بعد الفلوس بزاف على شغير باش ترجع الشعر دينا. ومن يسا تموت لنا البصيلة. صافي ما تحلموش ان البصيلات انوضو الا بصر الشعر. حنا غادي نتفادئوا هذه المشاكل كاملين. غادي نبعدو بسنتيم. غادي نحتار من الوقت الترطيبة. وهكا غادي ندير الترطيبة على الشعر بخصلة بخصلة اصلا ديجا وارا مسترح بالسوشوار. علاش قلت لكم تتصرحوا شوية بالسوشوار. باش مني نترطيب شعري. ما نبقاش انا تنتفي. او نبقى جب جب. نسرح هذه الضغبة. باش تجب مزيان. اه تنبقوا هاكا غادي. اه يعني اه تنبقوا نتفو في الشعر دينا. حتى تنفقدو الشعر دينا. فخطرة. اللهم تكون مستوشوار. لان انا قلت لكم هذه المادة فقط تتكوفر الشعر. يعني من غادي نديروا انا على الشعر وهو مسرح. فغادي يبقى مسرح. انا يعني تتلويه عادي. وتتحتارموا الوقت تنغسلوا الشعر دينا بالماء دافئ. ماشي المسخون. هذا رأي البنات منغسلوا الشعر بالمسخون. يعني غادي نشلل لهم زيان من هذه المادة. يعني حتى نحصوا براثنا بانه صاف الشعر تنقى. من بعد غادي تتحركوا هذا كديميلور او المثبت دي الشعر. احسن هو حسن حسار موبي الشعر دينا. من بعد يعني واحد يومين او ثلثيام. اه تقدو تعودوا تغسلوا الشعر ديالكم بشامبوان اللي هو طبيعي. تفاداو هادوك شامبوانات او مرة يطيحوا الشعر. اه شامبوان او تقدو تطيحوا الشامبوان اللي تقدو تصيبوا غير في الدار. هذا ما نعطيكم ان شاء الله واحد الوصفة واعرة. يعني الشامبوان اللي هو طبيعي مية في المياه. ومن بعد فشنا نغسلوا الشعر ديالنا بشامبوان احسن حاجة تستعملوا الشمع ديالنا حل. يعني لانه تتحركوا الشعر بصراحة. وما تخليش التكرد حيث من بعد اه ما ترطبوا الشعر ديالنا. تلاحظوا بان الشعر تتهرس. لان هذه المادة تتهرس لنا الشعر ديالنا. فاحسن حاجة كريم ديال الشمع. ده مدور لكم كيفاش دلت لي. فهذا الشمع هذا بصراحة ما غديش يخلي الشعر ديالكم التقرد الا بالنسبة قليلة ما نكذبش عليكم لانه مرتبين شعر ديالكم. فعوض ما يطيح الشعر او يتقرد بنسبة 80 في المياه. فهو تقدر التقرد لكم بنسبة 20-30 في المياه فقط. يعني غدي انتفادوا واحدة بالنسبة كبيرة حتى يتقرد لنا الشعر. اه تجنبوا الوصفة للشعر اللي فيهم الحنى من بعد الترطيبة ومن قابل. نسيت ما كنته لكم. قبل مرتب. الشعر ديالي بجوجة الاسابيع اي وصفة كنت نستعملها. بالاخص الى كان فيها العشوب تنوقفوها نهائيا بجوجة الاسابيع او ثلاثة ديال الاسابيع. وايضا من بعد مرتب شعري بجوجة الاسابيع او ثلاثة ديال الاسابيع ان اوقف اي وصفة. هكا باش غدين انتهنها. ولكن انتو بغن تديروا شي وصفة. فمن الاحسان اما الكوك او لافوكا نصيحة مني او هاد شميع اللي وريت لكم دابا. يعني تندهنو بي الشعر ديالنا غير باش ما يتقردش تلاطراف. وماشي في الجدر. باش هك تحافظوا على الشعر ديالكم لانه حسدك كثير باش تديروا على الفروة ديالكم. تبدأي الطائحة ولكن لا تنسى هناك محجام. واشتاركوا او لا تشاركين فضلا وليس امران. وبرتجوا مع اصحاباتكم والايلة ديالكم باش جميعا تستفيدوا. رباقي عندي ما يفيد عندي معلومات ونصائح لكم. يعني الى هنا قربت نسالي وتنصحكم دائما من بعد الترطيبة ديال الشعر حداري باستعمال اي مادة كيميائية وشامبوان تشريو يعني تشامبوان تورتي نشف لكم الشعر ديالكم وهكا تبدأي يطيح رباقي عندي نعطيكم وصفة رائعة ديال الشامبوان طبيعي باش الشعر ديالكم ما ينشفش وما يطيح وراها البنات ما تديروش هات الاخطاء اللي قد لكم ما تستعملوش دائما البلاستيك في اي وصفة كما كانت ما نديروش البلاستيك للشعر ديالنا وما نقربوش باي برودي الفروة ديال شعر ديالنا اه تنتمنى باش يجبكم الفيديو وانتبقى ان شاء الله الفيديو جديد مع السلامة تلك الفيديو شخص؟ اشتركوا في القناة